سلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس مختصر عن الدرسين السابقين كيف أعرف إن فلان هو ساحر أو راقي؟ كيف؟ بالمختصر المفيد أول إشي الراقي لن يسألك عن اسم إمك لن يطلب منك صورة لن يطلب منك أثر من ملابسك أثر من شعرك أي أثر بخصك أي إشي أنت بتستعمله من الأشياء الأدوات التي تستعملها ثوب، بنطلون، نعم شعر سورة اسم إمك لا يسألك عن هذه التفاصيل الراقي لا يسألك ثم إن الراقي يقرأ القرآن بصوت عليك بصوت مسموع مفهوم كل حرف ينطق به مفهوم هذا الراقي الذي ممكن يقول لك السلام عليكم كيف هالك من أنت تعرفه؟ خلص إذا وصل إلى اسم إمك هذا ساحر إذا طلب منك اسم إمك هذا ساحر إذا طلب منك سورة هذا ساحر إذا طلب منك قطعة قماش من ملابسك من أمورك هذا ساحر إذا طلب منك أي صورة أي صورة صورة فوتوغرافية إليك لزوجتك لإبنك لكذا هذا ساحر إذا طلب منك أي أثر هذا ساحر إذا أعطاك عمل نعم إذا أعطاك عمل خذ هذا العمل احرقه هذا ساحر إذا أعطاك شيء هنا بتفوت الموضوع الراقب يعطيك ماء تشربه وتغتسل فيه والساحر قد يعطيك شيء تشربه وانا فصلت في الدروس السابقة فهنا نحضر ممكن أن يكون يعطيك شيء تشربه هذا الساحر أو تأكله إذا أعطاك شيء تعلقه في المكان الفلاني على عتبة الباب في شجرة هكذا هذا ساحر إذا أعطاك شيء تضعه في الدرج في الوسادة تضع حجاب يعني السحر يطيك يتعمل يطيك يتعلقه في المخدة في عتبة الباب تعلقه هنا أو تضعه في جرور الخزانة هذا ساحر نعم إذا أعطاك شيء تدفنه هذا ساحر إذا بدأ يقرأ عليك القرآن وبعد ذلك يعني أعوذ بالله بشتاره بسم الله الرحمن الرحيم أعليف الأمين ذلك الكتاب والله ريب فيه ودى المتقين لدينا مبطل تفهم أنت بطل تفهم ولا حرف عليه هذا ساحر مفهوم هذا المختصر الملآن الراقي الراقي لربما يسأل عن اسمك ولكن يبدأ يقرأ بالقرآن يبدأ لربما بالآثان ثم يبدأ يقرأ بالقرآن وأنت تفهم كل حرف عما لي يعني عما لي تكلم كل حرف عما لي تكلم ستسمحه يتكلم بالقرآن واضح كلامه مية في مية فش لا يوجد هذا الشيء ولن يسألك عن إمك ولا صورة إمك ولا عن صورتك ولا عن توبك ولا عن أي أثر منك لا شعر ولا ثوب ولا أي تفصيل من تفاصيلك فقط سوف يبدأ يقرأ عليك القرآن فإن حضر الجن أنطقه وطلب منه الخروج ثم لربما أعطاك رقية تسمحها مثلا بالقرآن القرآن يقول لك اسمع القرآن في هذه الآيات وتلك الآيات ولربما يعطيك ماء مرقي وانا فصلت أفضل إذا أنت بتعرفش تفرق بين الراقي والساحر لا تأخذ منه ماء انت اعمل الماء قلت أنك إنت ربما تقرأ صورة البقرة بنية أبطال السحر والعين والحسد والمس ثم تنفذ في كل صفحة بتقرأها ثلاث مرات داخل الماء إن كان سطل أو قارورة قنينة أو برميل اللي بدك يأتي هذا مرقي الماء وتشرب منه وتقتسل منه والزيت كذلك وخلص لا تأخذ من عند أي واحد إذا أنت بتعرفش وهذا هو هذا هو أنا هيك بعرف أن الراقي لن يسألني عن اسم إمي وهذا أكبر خطر أنه يسألك عن اسم إمك لأنه سيركب عليه السحر فإما سحره سيكون مدفون تأتفنه في التراب لأن الاسم قد يتركب من اسم ترابي إمك وقد يكون الاسم من ماء يعني اسم إمك هو اسمك يتكون منه كلمة ماء فيقول لك اشرب أو رش هذا الماء وقد يترتب من هذا الاسم نار ويقول لك احرق هذا العمل أو يترتب عليه مثلا قلنا ماء نار تراب ماء نار تراب هواء إذا كان الشيء هواء بقول لك علقه هذا الساحر بطلب منك يا إما تتفن يا إما تعلق في الهواء شيء يعني على شجرة يا إما بقول لك رشو يا إما بقول لك اشرب هذا الساحر لكن الراقي الشرعي لا يطلب منك لا تحرق شيء ولا تضع بالوسادة شيء ولا يطلب منك أثر ولا يطلب منك قميص ولا يطلب منك صورة ولا يطلب اسم إمك اسم إمك أكبر خطر إنك تريطيه هذا مشعوذ هذا مشعوذ انتبه مفهوم المشعوذ بحاجة إلى اسم إمك أنشان يركب لك السحر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمموا هذا الكلام في مشارق الأرض ومغربها شيخ يقول لي ما اسم إمك خلص اعرف إنك علقت بده يسحرك وإذا سألك عن جبت لي جب لي صورة أو جب لي شعرة أو جب لي قميص أو جب لي شو اسمك أنت اسمك ممكن كل واحد يسألك عنه وهكذا وبالآخر يقول لك خذ هذا العمل لربما حجاب هو كذب ثلث فيه طلامس فيه كلام حطه في الوسادة ضعه أو في الدرج في الإخزاني ضعه وين بدك مثلا علقه هكذا اجفنه قنا حطه هناك هذا كل ياته هذا السحر انتبه منه وابتعد عنه واسأل وسيقرأ عليك بالبداية وكأنه يقرأ قرآن ثم يبدأ مام 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 فيش صوت يبدأ يتمتم لكن الراقي ستسمعه يتكلم قرآن واضح جلي بصوت مسموع ولن يسألك عن اسم إمك ولن يطلب منك صورة ولن يطلب منك شعرة ولن يطلب منك أثر ولن يطلب منك إسم إمك ولن يقول لك خذ هذه الأوراق وحرقها وهذه الأوراق وعلقها ولن يطلب منك الرقي وسيرقيك في القرآن وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم إخوة الكرام حافظوا على تشغيل سورة الوقرة من الموبايل داخل البيت كل يوم كل يوم عند النوم كل اليوم سورة الوقرة في البيت ورش البيت في الماء المرقي وحافظوا على أذكار الصباح والمساء نعم أذكار الصباح والمساء والنوم وهناك دعاء جميل عندما تنام بالأخص ربات البيوت وحتى الرجال في الشغل هناك يعني عمل تعمله جدا مهم بخفف عنك أعباء هذه الدنيا ألا وهو حديث رسول الله لستنا فاطمي عندما قالت له يا رسول الله اجعل لي خادم قال ألا أدلك يعني مختصر الحديث على خير لك من الخادم يعني لما بتيجت نام عند النوم خلص أنا بدي أنام دخلت إلى النوم فأردد 34 مرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر 34 مرة ثم أسبح الله 33 سبحان الله 33 ثم أحمد الله 33 33 الحمد لله الحمد لله هكذا 34 تكبيرة 33 تحميدة 33 تسبيحة نعم وهذا عندما تعتاد عليه سترى أثاره في حياتك إن الشغل خف والأمور خفت هاي الناس اللي بتقول ما عنديش وقت أقرأ صورة البقرة وما عندي وقت إني أخلص شغلي البيت وما عندي وقت شغلي صعب كل خير لك من خادم تذكر ثم تشغل صفورة البقرة داخل البيت كل اليوم بترش البيت في ماء مرقي لا ربما مرة في وأسبوع مرتين بالأسبوع على زوايا البيت على الزوايا على заг pilot الزوايا على الزوايا على الزوايا لا بد وروب ممكن لك أنت ترش بدخلا للبيت أنت الذين منelled الماء أنت اللي عملت الماء المرقي لا تأتي بماء مرقي ولا من عند أي شخص والزيت أنت يعملوا نفس العملية بتأخذ صورة البقرة مثلا وتقرأ صورة البقرة بنية بنية إبطال السحير والعين والحسد والمس وشفاء من كل ده ثم بتأخذ قرورة ماء هذا الزيت مرقي هذا الزيت شاهدوا الزيت أنا ممكن أني إذا قرأت ألف لام من دال الكتاب الأرعب فيه الذين يؤمنون بلغي بوقي من الصراط وما رزقناهم ومنفقون والذين يؤمنون مما أنزل ليكم وما أنزلنا من قبلك والآخرتم يقنون أولاك لأهدا من ربهم وأولاك هم المفلعون الآن أقرأ صفحة صفحتين وأعود أعمال أقرأ لربما نصف جزء حزب هكذا حتى أخلص صورة البقرة وأنفذ فهذا ماء مرقي وزيت مرقي مفهوم الزيت بضع داخل الأذن نقطة صغيرة طلعت هكذا هنا وكمان مره نقطة هنا وأخذ كمان نقطة أضعها داخل الأنف عند النوم عند النوم داخل الأنف وداخلها وأخذ قليل شايف قليل من كيف يشاهدت يدي كيف صارت تلمع قليل من كيف تمسح هكذا قليل هكذا مواضع الألم الله يبارك فيك ويرضع عليكم وهكذا يصير عندك ماء مرقي وزيت مرقي وانت آمن وعارف حالك انت اللي عملت الماء وانت عملت الزيت وما في حاجة وشغل صورة البقرة ستطرد الشاطين وإلزم الاستغفار وإعلم أن الطائمة الكبرى هي الذنوب الذنوب يحولها الله علينا لديون ولهموم ولأسحار ولكل شيء معطل في حياتنا سببه الذنوب ومشكلتنا هي بتكون مع الله كل مشاكلك في الدنيا سببها مشكلتك مع الله أصلح ما بينك وما بين الله سيهديك الله كيف تخلص من كل المشاكل وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته